اه بخصوص الناس اللي بتسأل على موضوع اه اه نقل العاصمة الادارية ونقل عاصمة مصر العاصمة الادارية وحاجات كتير كده بص هقول لك على حاجة هو قول ان الموضوع ده اسير دلوقتي فهو اكيد هيحصل بس مش دلوقتي حد بالك هو بس ايه احنا بنعمل الحواليه القاعة وبنعمل بلونة اختبار كبيرة وبنعمل هيجة وميجة ودنيا كده تقوم مرة واحدة وبعد كده الموضوع يبدأ يتنسي 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 وهب بعد كم شهر او كم سنة هتلاقي الموضوع حصل واخد بالك فهو سيسي بيهيئك يعني ايه عشان بس اتبقى انت آآ واخد بالك يعني وبس ايه خد بالك من اللي انا بقول لك عليه ده واركنه على جنب اللي حصل باختصار ان العاصمة الادارية الجديدة بالمناسبة بتقع اللي هم الحاولة اربعين الف فداني اللي هي طبعا المرحلة الاولى اللي السيسي عملها ده المرحلة الاولى قطبالة المرحلة الاولى دي تابعة للقاهرة لمحافظة القاهرة يعني جغرافيا تابعة لمحافظة القاهرة فهو ليه خدر المرحلة الاولى من العاصمة الادارية اللي هم الاربعين الف فداني اللي اشتغل فيهم دلوقتي وليدوا بتشوفوا الصور هم مليا الدنيا والدرون يطلع والدرون ينزل وبتاع وسور من فوق وسور من تحت واطول سريعالم وبتاع والمبنى الحكومي علشان خاطر فيه المبنى الحكومي اللي هو فيه مجلس النواب طب ايه اهمية مجلس النواب بالحدودة باختصار شديد برضه اه موضوع مجلس النواب اصلا نفقا للدستور مجلس النواب لازم يكون في العاصمة اللي هي القاهرة وبالتالي ما ينفعش وما يحقش ان انت تنقل اه اه مجلس النواب الا للتوارئ والقرار يعني ايه الامور الاستثنائية وهيرجع تاني انما كنت انت تنقله بشكل دائم فده معناه اي قرار هيصدر عن المجلس النواب في الوقت ده هيكون لاغي وبالتالي عشان السيسي يطلع من الموضوع ده اما خاصة اسأل لك خلاص يا جمعان ايه ما هي ارضه بقى ملكه فنخلي بقى نخلي الجزء ده اول الاربين ادفة دان دولة تابعين لمحافظة القاهرة ده فيما يخص الموضوع ده طيب احنا في عندنا دلوقتي اكتر من مرحلة تانية لسه السيسي هينفذها ان شاء الله فلما هينفذهم هتبقى العاصمة بقت كبيرة قوي وبعدين العاصمة بقت جميلة وحلوة واحنا كده كده قريدة عايزين نمحي تاريخ مصر تماما وعايزين نبعد بقى عن القاهرة والقرف والزحمة والوش فعايزين من الاخر نقطع عرق ونساح دم خلاص بمجرد ما نكمل العاصمة الادارية بتاعتنا اصد بتاعتهم تلاقي شوية اصوات واوباقتل هتقولك ايه طب ما يرأيك يا جماعة لما السيسي يمدد مدى الحياة بنعمل استفتاق وهو بنعمل استفتاق على تغيير عاصمة مصر ايه المشكلة ده العاصمة الجديدة بقت عظيمة ورائعة وحاجة ايه حاجة حاجة نتبقى بيها ونتفاش خربها وصل العالية وهتلاقي بيها طلبات كتير بالشكل ده فطبعا على فين السيسي يا جدعان بيضعف قدام الحاجات دي اول ما الشعب يطلب ما بيقدرش يتكلم بيقوم بربش ويقوم وط في الارض مش انتو اللي طلبتو ويقوم منفذ زي عيني طلبات اللي جاء يعني ده في منظور الشعب بس يا معلم فهي الموضوع زي ما قلت لك موضوع نقل العاصمة من القاهرة للعاصمة الادارية الجديدة فما تستعجلوش يعني هو الموضوع بس مش هيخلص دلوقتي يعني هو بس يعني هلونجران ما تقلقوش تاقع الصبر كل سنوان طيب